إنه إحنا فعلاً هذا العمق العربي يساعدنا بكل المعاني اللي إلها علاقة بالزحف إلى فلسطين تعال تعالوا يا عرب إلعبوا عندنا تعالوا زورونا أنا بقول لك فيه شعبين إحنا شوية بنفهمهم لو مجوش الشعب الجزائري والشعب اللبناني يعني الأيدولوجيا تبعهم إنه بفكروا إنه إذا بيجي علينا في القدس وكأنه طبع معنه يعني هاي صورة نمطية لازم نتخلص منها طيب البقية ليش ما يسحفوا ليش ما يجوا يلعبوا عندنا مباريات ودية ليش ما يجوا يزورونا ليش ما يجوا يقولوا يا فلسطينيين أنتوا لستم وحدكم نحن معكم مش بالكلام بالفعل هاي نجاين بنعيش معكم وللإسرائيليين إنه هذه فلسطين خطة حمر اللي بتعملوه ليش يخوه للعالم إنه فلسطين ما زالت قضيتنا وفلسطين إحنا ملتزمين فيها ليش يخوه طبعا إذن إحنا عوكي المنشآت بند بس البند الثاني الزحف الرياضي الشبابي الكشفي تجاه فلسطين يا رجل ما حدا فيش إخواننا الأردنيين الله وكيلك جاهزين 24 ساعة وكل ما بندعيهم بيجوا طب يا أخي بقيتك يا شعوبنا العربية طب ما عندناش روليكس إحنا ما عندنا روليكس بس عندنا كرامي وكعندك برياء ولك إحنا شعب عظيم إحنا بنضحك في وجوهكم بنحسن استقبالكم تعالوا ازحفوا لا تقاطعوا فلسطين أنا بقول لك الأقصى روح شوف الأقصى على مدار شهر رمضان التواجد التركي هو الأكثر على أرض فلسطين في الأقصى طب ما هذا الأقصى بتاعك يا أخويا بتاعنا كلنا يا مسلمين رحية ليش ما بتيجوا بتيجوا تقدسوا ليش بس الأتراك بروحوا وماليزيا اللي ملهاش علاقة مع إسرائيل وأندونيسيا اللي رفضت تستضيف بطولة عالمية من أجل فلسطين أنا بقول لك صدقني هذولا بيجوا طبعا بقوة القوة بيجوا على الأقصى من خلال مكاتب سياحة هنا وانا طب ليش أنتو يا يا أخواننا سواء كان في آسيا أو في أفريقيا ليش ما نشوفكو نشوفكو في زيارة المقدسات نشوفكو في زيارة الرياضة وممارسة الرياضة معنا نشوف أكاديميين نشوف طلاب نشوف برلمانيين يكون هذا على مدار الساعة تعالوا تعالوا أقول ذلك أنا بقول لكل العرب والمسلمين إحنا وإن كان في قلوبنا غصة إحنا الطليعة وإحنا في خط الدفاع الأول عنكو وعن مقدساتكو وعن أمنكو وعن استقراركو وعن ثرواتكو وإحنا مش رح نرفع رأي بيضة لهذا الاحتلال هذه هي العظمة وهذه هي العملقة وهذا هو الشموق وهذا هو الكبرية الفلسطيني حابين تساعدونا ساعدونا مش حابين تساعدونا ما حدا يشتغل علينا أستاذ وسكروا فضائياتكو اللي ما إلها شغل إلا تشتغل فينا ما حدا بيعلمنا هذا هو نفس الخطاب الرئيس لما قاله في روسيا يا سيدي هذه تقفتنا نعم نعم إحنا إحرار طبعا وإحنا قرارنا مستقل وإنت روح لعقيدة الجبهة التحرير الوطني الجزائر اللي اليوم أنا بدي أروح أزورهم وأستشوف الأمين العام واللي إحنا بنعتبر حالنا امتدادا لهم والشيفرة الجينية اللي وحدت هذا الشعب واللي هي إحنا بنرتكز عليها هو الوطنية الفلسطينية والكبرياء الوطنية الفلسطينية في كل هذه الظروف وهذه التحديات ماذا